اشتركوا في القناة لتعلمي ان بدانتك هي السبب الوحيد الذي يعطي ثوبك مظهراً غدا لائم تقولين ذلك لانني اجمل منك اليس كذلك ايتها الغيور مغرورة بل ادي المغرورة يكفي ساندريلا 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 اسرعي هيا تعالي الى هنا واخيرا اتيتي كم من الوقت سانتظر تشريفك قولي لي ايتها المغفلة كم ستبقى هذه الازهار الثابلة هنا هذا اهمال اسفة هناك ازهار جميلة تنبت في الغابة قرب الساقية ها وليس من السعب عليك قد فع من هناك انتي لا تقومين بعملك كما يجب انا اتمنى لكن رحلة موفقة هذه فرصتك الى الراحة لا لا اعتقد علي الذهاب الى الغابة لكن جانيت لن تطلب منك ان تقطف الازهار بيلوس الا تعلم ان ذلك الكلام كان بمنزلة الامر في حال عدنا ولم يجدنا الورودة فان ساندريلا ستوضع ها هيا بنا اللي نذهب فالجو جميل جدا هيا بنا اللي نذهب فالجو جميل جدا النبيلو شجارا حكما احسنت يا لكس انت لست على ما يرام لم اكن اتصور ان النبيل سيهزن سيد النبيل في اثماء القتال عليك ان تركز تفكيرك جيدا فذلك يساعد في التغلب على الخصم الذي يواجهه ومن انت اسمح لي ايها النبيل نقدم لك الاستاذ كانديس انه مدرب ممتاز على السلاح وهو تحت تصرفك الان تشرفت بمعرفتك يا سيدي لكن هل تسمح بان نتبارز قليلا حتى اعرف مدى قدرتك على القتال حسنا اذا انا جاهز انا جاهز انا جاهز انا جاهز انا جاهز طمعيني ارى ان ايزابيل ابنة زرال مهتمة كثرة ميشيل لا تلاحظ هذا انها تلحقه من مكان الى اخر مثل ظله النبيل مبارز ماهر لا اعلم كيف استمح لذلك الشخص بالتغلب عليه لا احب ان اراه مهزما يبت ان ايزابيل معجبة بك سمعت ان والدها زرال يخطط جيه يتزوج منها لكن انا لا افكر الان في هذا الامر مرحبا يا سيدي انا تومسون الاستاذ الجديد مهمتي هي تدريسك المواد التي تحتاج اليها تحت تصرفك يا سيدي اخبرني يا ترال اين السيد هانث سيد النبيل لم يخبرك احد ان والدك اتخذ قرارا بابعاد السيد هانز نهائيا عن القلعة لكن ما سبب هذا القرار في الاوينة الاخيرة بدأ السيد هانز يعاني بعض المشكلات الصحية وقد وجد انه غير قادرا على متابعة العمل لا تقلق يا سيدي فمدرب السلاح والاستاذ تومسون من خيرة اساتذة المدينة السيد هانز مريض لكنه كان يبدو بصحة جيدة ولم يظهر عليه اي مرض اذا لم يعجبك استاذك ومدربك الجديدان فيمكننا الاستغناء عنهما لا لا دعيا لهذا اهذا انت يا اليكس اهلا بك كيف حالك يا عزيزي انا بخير ارسلني اليك النبيل شارل وقد بعث لك هذه الهدية مع تمنياته لك بالشفاء العاجل ماذا شفاء عاجل صحتي ممتازة انظر الي واحد اثنان هبلا لا هبلا هبلا لا هبلا اه انا لا افهم شيئا ماذا جرى يا اليكس صحة السيد هانز ما تزال ممتازة جدا يا شارل لكن زرال هو الذي طرده دون اي سبب محدد ولكن لماذا طرده زرال علما انه يعد من افضل الاساتذة زرال يخفي شيئا يا اليكس علي ان اكتشفها هذا صحيح زرال ترى الى اين يذهب متخفيا اه انتظر يا شارل لا اتبعه اهذر يا شارل وانتبع على نفسك زرال حذروا جدا الى اين يذهب يا اله ما اطيب مذاق هذا الماء ما هذا ورود كم هي جميلة زرال هذه الوردة زادتك جمالا حقا انك جميلة جدا زرال اكتشفت مكانا تنم فيه ازهار جميلة هيا اتبعوني اذا ادعكم على الطريق هيا هيا لقد وصلنا تقريبا ماذا مكان بديع ورائحات زكية هذا الامر ليس مضحكا شوكة الوردة مؤلمة الا تعلموا ان الورودة الجميلة تتحمي نفسها بهذه الاشواك انت جميلة مثل الوردة وليس لديك اشواك كم انت لطيف اشكرك على هذا الاطراء دائما يسبقنا بعبارات الاطراء نسلوا الوردة ماذا ماذا يشبه الشارل اليس كذلك هل يمكن ان يكون هو ما رأيك يا بيلوس سأتأكد ماذا وجدت لقد اصطي ساندريلا انه شارل حقا ماذا ترى ما هو السبب الذي يجعله يعد وراء رجل ربما سرق منه شيئا اني علم نعم هذا ممكن ومن المحتمل ان يكون الامر مجرد مغامرة جديدة فشارل لديه افكار غريبة لكنني ارجو ان لا يصاب بسوء ما رأيك ان الحق به موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اعتقدوا اننا سوف نهزمهم كيف الوضع في قصر الحاكم لا تخف لا تخف فكل شيء يسير الان بحسب الخطة تماما مدرب السلاح والاستاذ اصبحا من رجالي لا احد يستطيع ان يمنعني من تحقيق مشروعي الكبير فقط علينا الانتظار اشتركوا في القناة 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 بالطبع فالقلعة والمدينة وكل شيء سيصبح تحت سيطرتي ولن أنساكها صديقي وسأكافئك جيدا أنت مخلص ولا هان علي التحاب الحاكم النبيل إذن فهم يتآمرون على حاكم القلعة يا إلهي هذا فضيع يجب أن أفعل شيئا أتساءل من ساعدني ها تعط هذا هو هيا بينا ولنطلب منه مجاعدة ساندريلا هيا بينا ألست أنت صديقة ساندريلا الآن فهمت ساندريلا هي التي دفعت بالصخور من الأعلى ولكن أين هي هيا بينا اشتركوا في القناة سوف تندم سندريلا اين انتي هذا يكفي هيا ارمي سلاحك ايها الفتاة شار اتركها انت تمحث عن المتاعب افعل ما قلته لك هيا ماذا تنتظر الا تريد ان توقظ حياة هذه الفتاة سافعل ما تريد هيا علينا مساعدتهما ماذا نستطيع ان نفعل لنتذكر جيدا بانغو تعالى معي حالا شو شو انتذكرني الى اين تذهران ماذا قررت ماذا قلت هيا المواكس ماذا ما تكون ماذا قلت ماذا كذلك هيا حروبي أسرع أسرع يا سندريلا أنا مقيدة لم أكن واثقة بأنني سأخرج حيا ها؟ هذا حباؤك خلعته كي أريح رجلي أشكرك لأنك أنقذتني عليك أن تشكري أصدقائك شارل أنا سعيدة لأنك تغلبت على أولئك المتآمرين ضد الحاكم متآمرون؟ إنهم يريدون الاستلاء على المدينة عندما كنت سجينة سمعتهم يتحدثون عن مؤامرة ضد الحاكم وابنه من الممكن أن يكون الحديث عن حاكم آخر في مدينة أخرى وليس عن حاكمنا ومدينتنا سأتوخى الحذر نعم عليك القيام بواجبك كمواطن في هذا البلد لكن لماذا تتحدث وكأنك الحاكم أو ابنه؟ تعجبني شجاعتك أنت ما يتعلق الأمر بالدفاع عن المدينة علينا أن نقوم بواجبنا نعم علينا أن ندافع عن مدينتنا وعن جبالها وسهولها وبيوتها أيضا ورودا رائعة إذها جميلة جدا فعلا إنها رائعة جمالها يمسني تعذي لقد برهنت اليوم على ذوقك الرفيع يا سندريلا شكرا لك يا خالتي أشكرك هكذا إذن يا بيلوس ت Projekt تركيييو ت juntين klein تلك أصün Tunن تركييو ترجمة جانسي ترجمة نانسي اشتركوا في القناة